يعني إما يجي مثلا كبتسادي لومني فأنت في يوم الأيام ما كبتسادي كنت قاعد على فقناة الأهلي وكنت إعلامي وكنت بتمسك الزمالك والتحكيم والمعرفش إيه وتقف دي أحداد يعني مش دا كان دورك إنت بتيجي تزعل من اللي يعني أنا دوري فكل واحد بس إنتوا لو قابلتوا بعض في الشارع دلوقتي تاخدوا مع بعض قهوة؟ لا أنا ما عنديش منع والله أنا ما عنديش أنا عمري ما عنديش الكر أو ما عنديش الفكرة الخصام أنا شايف إن أنا دوري بطلع كإعلامي بدافع عن النادي بتاعي لكن عمري ما بغلط في حد عمري ما باهين حد عمري ما بقل من حد عمري ما باتريق على حد لكن أنا ممكن أكون قوي جدا في الرأي لكن عمري ما بأتطاول على أي حد مين تلت أشخاص على مدار مشوارك الإعلامي؟ زعلت إنك زعلتهم؟ لا في كتير يعني كتير اتخانينا وزعلنا وصالحنا وزعلنا كبشو بير اتخانينا وزعلنا وصالحنا وزعلنا كتير يعني كتير المشهر متضى تخنيئنا وزعينا وصحينا وصالحنا ورجعنا واتخنيئنا كتير وعلى فكرة ده ده جزء مهمة كريم أنا كريم في يوم أيام كنت زعلاني 8 يورا وزعلت 8 عادي بصة كريم الناس فاكرة الناس فاكرة إننا لو في يوم الأيام أنا وكريم تخنيئنا لا 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 وبعد أربع سنين شافونا شافني ضيف معاك مثلا ايه عم انت مش كنت متخاني مناعة مع أربع سنين انت مش كنت معرفش هو الناس فاكرة على فكرة فيه واحد يعني اتنين مجاوزين بيشتموا بعض واتطلقوا ويرجعوا بعد ثلاث شهور فيه قب بيطرد ابنه من البيت فيه صاحب بيزعلهم صاحب فيه واحد صاحبه بيزعلهم بعض ويتخانقوا ويرجعوا لكل يوم الناس فاكرة إن الخصام والخناء لابد أن يدوم إلى ما لا نهاية طبيعة البشر والناس تزعت شوية خصوصا ان احنا ان احنا فيه تنافس اعلامي ان احنا قد يكون لنا انتماءات مختلفة قد يكون الكاميرا بتخليك جريء وقوي في أراءك إما بتجي تتقابل صاحبك بيزعل منك من أراءك وبالتالي هو الاعلام كده وعلى فكر الاعلام الشاطر هو حتى لو ألد أعداءه ممكن يستضيفه بكرة طبعا لا فيش في الاعلام خصامه الاعلام أنا ممكن يكون عدو لدود ليه واستضيفه استضيفه وتكلم وتناقش معاه وأواجهه ويواجهني ويسألني واسأله هو ده الاعلامي يعني مصادر مصادر مختلفة متفقة معاه قد تختلف في بعض الأحيان وتتفق معاه في بعض الأحيان لكن الناس المشاهد عايز طول الوقت أو المستمع عايز طول الوقت لا فيه خناءة لا فيه صلحة ترجمة نانسي قنقر